أعزائي طلاب الصف الثاني سنوى في كل مكان داخل جمهورية مصر العربية أهلا ومرحبا بكم يتجدد اللقاء ومعكم فيزياء الشهبة العلمية الصف الثاني سنوى نهاردة حبيبنا الطلاب الحلقة الثانية على التواني إن شاء الله في المراجعة العامة وتدريبات عامة على منهج الفيزياء تمنياتنا لكم في الامتحانات بكل التوفيق وإن شاء الله نكون مع بعض مقافلين درجة الفيزياء الحلقة الماضية احنا اتكلمنا عن الفصل الأول في الفيزياء بالتفصيل وشرحناه وعيدنا شرحه تاني ومسائل المختار عليه وبدأت في الفصل التاني بالتداخل والحيود على أساس إن هم مش مرتبطين إلى حد كبير بالانعكاس والانكسار والزاوية الحرجة والكلام ده قلنا نخلصهم في الأول خلينا نراجع عليهم في الأول كده ببساطة عشان نقدر ندخل على الانعكاس والانكسار والزاوية الحرجة والمنشورات وإن شاء الله الصرايان الهادئ واللزوجة عشان نكون قفلنا مع بعض المراجعة طبعا إحنا عايزين بس نقول كده قارن بين هدى بالتداخل وهدى بالحيود هدى بالتداخل هي مناطق مضيئة تتخلى لها مناطق مظلمة بس نتج عن تداخل الضوء أما هدى بالحيود مناطق مضيئة تتخلى لها مناطق مظلمة بس نتج عن حيود الضوء الحقيقة لا يوجد فرق جوهري بين تداخل الضوء وحيود الضوء فبالتالي ممكن يجينا سؤال علل احنا عملين نرجع المنج مع بعض السين وجين علل لا يوجد فرق جوهري بين تداخل الضوء وحيود الضوء هقول لأنك ليهما اللي هو تداخل الحيود ناتج عن تراقب الموجات خلينا نرجع لهدى بالتداخل وهدى بالحيود يبقى احنا هنا مش هنقدر نميز من التداخل والحيود إلا من رد الفعل بتاعه أو النتيجة اللي هي الهدب نفسه أما التداخل والحيود كعملية في حد ذاتها متقاربين جدا من بعضهم طيب يبقى في تعريف هدب بالتداخل قلناها وتعريف هدب بالحيود قلناها برضا انت منتش حاسز بفرق الفرق جاهو بقى أنه هدب بالتداخل توزيع الإضاءة فيها بيكون متساوي يعني الهدب المركزية زي الهدب المضيقة الأولى زي الهدبة المضيئة الثانية زي الهدبة المضيئة الثالثة وهكذا أما هدب الحيود لأ بتكون توزيع الإضاءة مش منتظم وبحيث تكون الهدبة المركزية الأقصر إضاءة على الإطلاق وده أول فرق أنت لو أنت عرضت عليك هدبتين اتنين هدب تداخل هدب حيود وعمل لك على دي اكس وعمل لك على دي واي وسألتك قلت لك مين هدب التداخل ومين هدب الحيود لما تبص للهدب المضيئة وتلاقيها منتظمة في الإضاءة كل هدبة زي التانية يعرف على طول أنه ليه هدب التداخل أما إذا لقيت من الهدبة المركزية أكبر إضاءة وبالتالي الهدب عملت إلي في الإضاءة كل ما احنا بنبعد عن الهدبة المركزية ده بنسميه هدب الحيود علشان كده الهدبة المركزية في الحيود سميناها قرص إيري فممكن يجي يقول لك عرف قرص إيري هقول هي منطقة تكون فيها شدة الإضاءة أكبر ما يمكن ونتجة عن حيود الدق يبقى قرص إيري ده موجود في هدب الحيود وليست هدب التداخل وبنقول إنه منطقة تكون فيها شدة الإضاءة أكبر ما يمكن نتجة عن حيود الدق كلام جميل طيب إيه الفرق الجواري تاني من هدب التداخل وهدب الحيود هدب التداخل بتنشع عن مصدرين متربتين أو ثلاثة يعني على الأقصر لكن هدب الحيود بتنشع عن عدد لا نهائي من المصادر المتربتة ليه؟ عشان لما نبينها مع بعض على الرسمة دلوقتي هنفهم أصدنا تعالوا كده مع بعض على الورقة نقارن ما بين مصدر الحيود ومصدر التداخل لو قلنا إن مصدر الحيود كان الشق المزدوج الشق المزدوج بتاع التجربة فما كانش عندك الله مصدرين اتنين أدي المصدر الأولاني سورس وان وأدي المصدر التاني اللي هو سورس ستو لما حصل بينهم تداخل كقمة قمة قاع قاع وبدأت ترتطم أو تصطدم قمة بقاع أو قاع بقمة كونت لي ما يسمى هدب التداخل اللي هي مناطق مضيئة وبتبقى المركزية دي أقصر إضاءة تتخلى لها مناطق آسف وبتبقى الهدب المركزية دي دايما مضيئة تتخلى لها هدب مظلمة فبقى الشكل كده هدب مضيئة تتخلى لها مناطق مظلمة هدب التداخل ده نتجه عن مصدرين متربتين تمام لكن لما نيجي بقى ونقول هدب الحيود بقى ونعملها كده بشكل تاني هوا مثلا ونقول ده كانت الفتحة أو الحاجز أو الحفة اللي الضوء دخل فيها وبعدين راح مكون لي هدب الحيود وبتبقى الهدبة المركزية دي الأقصر إضاءة خلي بالك هنا الضوء لما بيعدي من الفتحة دهية بتعتبر كل نقطة على الجدار بتاع الفتحة دهية أكنها اللي باللحمر دي أو ممكن أتكبرها لك ده هي بنعتبرها كأنها مصدر متربت يبقى إذن الهدب بتاعة الحيود مش نتجه عن مصدرين زي هدب التداخل لا ده نتجه عن عدد لا نهائي كبير جدا عشرات المصادر المتربتة وده فرق كبير ومهم جدا ما بين هدب التداخل وهدب الحيود طب فيه فرق كمان أيوة إنه هدب الحيود بيبقى شكلها شكل الحفة لو الحفة دائرية أو السقب دائري تبقى دائري لو مستطيل تبقى مستطيل أما هدب التداخل لا بتبقى بالشكل ده منتظمة على النحو ده يبقى نرجع لبعض كده يبقى احنا دلوقتي عرفنا التداخل وعرفنا الحيود في الحلقة الماضية قلنا شروط التداخل وقلنا شروط الحيود وقلنا أسباب التداخل وأسباب الحيود ولكن كان ينقصنا بس إن احنا نقارن بابين هدب التداخل وهدب الحيود كلام جميل خلينا بندخل بقى على الفصل الثاني من بداية الفصل الثاني اللي هو خصائص الحرقة الموجية احنا اتفقنا حبيبنا الطلاب ان الضوء حرقة موجية وبدأ حرقة موجية يبعد معايا لازم معناها ان الضوء يسير في خطوط مستقيمة بدليل تكوين الظل وأشباه الظل يبقى أنا قاعد كده تخيل ان فوق ضوء علي كده فبالتالي لو انا وراء استقبلت هتلاقي شكلي بقى مظل الوراء لان الضوء عد من حواليا واستضم بالحاق الوراء فدى الاضاءة لكن لما جيه هنا واستضم بوجهه هو ما حاولش انه هو يعد كده ويلف لانه بيمسي في خطوط ايه مستقيمة فلا بتعلي وجهه انتصه فالنتيجة ان الحاق الوراء كونت له الظل وأشباه الظل يبقى اول حاجة لما يقولك سين واحد في الفصل الثاني علل الضوء حرقة موجية ناقش ذلك مثلا هقول له واحد لان الضوء يسير في خطوط مستقيمة بدليل تكوين الظل وأشباه الظل رقم اثنين ان الضوء قابل للانعكاس ويخضع لقانون الانعكاس اللي نقولهم دلوقتي رقم ثلاثة الضوء قابل للانكسار ويخضع لقانون الانكسار اللي نقولهم دلوقتي الضوء قابل للتداخل والضوء قابل للحيود اللي قلناه من الحلقة الماضية طب ايه الانعكاس عايز اقولك مفاجأة جميع الأسطح حوالينا بتعمل الانعكاس بالنسبة يعني انت لما بتشوف دلوقتي مثلا واحد وشه فيه إضاءة عليه فتلاقيه بيلمع طب اللامعة اللي في وشه دينا تجيب نتيجة إيه إن الضغب بتاع الاستيديو سقط على وجهه وانعكس إذا كان وجهه انتص الضغب بنسبة 100% ما كنتش هتشوفه فيه لامعة كده لكن اللي انعكاس بيحدث بنسب حسب السطح فيه أسطح عكسة بنسبة تقترب من المية في المية وفيه أسطح مسقلة ما بتاعكسة اللي بنسبة قليلة جدا يبقى إيه انعكاس الضغب عرف انعكاس الضغب هقول هو ارتداد الموجات الضوئية متى عندما تقابل سطحا عكسا كلام جميل قوي طيب إيه هي قوانين الانعكاس أول قانون إن زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس زاوية السقوط تخيل ما سقط كده على قدية يبقى زاوية السقوط لما سقط هتساوي زاوية الانعكاس وطبعا ده العمود المقام اللي في النص طيب خلي بالك من التانية يبقى إحنا بنعملها بشكل سلاسي الأبعاد لو سقط الشوعة بالزاوية دي واللي يقوم مثلا أربعين يبقى لازم زاوية الانعكاس باربعين طيب ركز في اللي جاء دي الشوعة الضوئي الساقط والشوعة الضوئي المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط عمودي على السطح العكس ما لهم يقعوا جميعا في مستوى واحد يعني مستوى واحد يعني إيدي كده تكون مفتوحة وحطها عليهم ألاقيهم كلهم على إيدي كده طيب المستوى ده ماله عمودي على السطح العكس بمعنى ما تسقطش زاوية السقوط كده ألاقي زاوية الانعكاس جات كده هل معنى ده طبعا ما حدش يقدر ينكر إنه ممكن في الحالة دي زاوية السقوط وساوي زاوية الانعكاس تخيلوا معايا كده لكن هل هم في مستوى واحد لا فبالتالي لازم يكونوا في مستوى واحد يبقى لما يقول لك سؤال عرف نعكاس الضوء واسقر قانونة للنعكاس أقول لك نعكاس الضوء ارتداد الموجات الضوئية عندما تقابل سطحا عكسا طب جميل رقم اثنين اسقر قانونة للنعكاس واحد عد معايا وحفظ معايا زاوية السقوط وساوي زاوية الانعكاس اثنين أشواء الضوء الساقط وأشواء الضوء المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العكس يقع جميعهم في مستوى واحد عمودي على السطح مين العاقس تعالوا معايا بالورقة والألم عشان أطلع لك تركتين فنيتين كده في الجزء ده افرض هو جاب لي كده مراية بالشكل ده ومراية بالشكل ده ومراية بالشكل ده المراية دي اسمها ايه والمرية دي اسمها بي والمرية دي اسمها سي وده حك علي وراح منزل لي شعاع على النحو ده وراح كاتب لي كده اهو ده شعاع ضوئي ساقط وبعدين نعمل للزاوية دي تلاتين وبيتحك عليها وبيقول لي بقى اكمل مصاري الشعاعات تطبعه ثم اوجد زاوية الخروج اولا خلاني اتفق دي مش زاوية السقوط لان احنا بنعرف زاوية السقوط ودي مناسبة ان احنا نعرف زاوية السقوط بقول لي يا الزاوية المحصورة بين مين ومين بين شعاع ضوئي الساقط وبعدين والعمود المقام من اين من نقطة السقوط وضعه ايه عمودي على السطح العاكس مش ده السطح العاكس يبقى عمودي علي كده اذا الزاوية اللي انا اقصدها واعنيها هي الزاوية ده ده هيط يبقى هي دي ستين يعني دي تلاتين فدي المتممة يبقى تاني لما تطلخبط في الامتحان وما انتش قادر تحدد مين زاوية السقوط ومين زاوية المتممة للسقوط رجع تاني التعريف في الزاقرة معاك وانت شغال بايدك انا بقول زاوية السقوط الزاوية المحصورة بين الشواء الضوء الساقط اهو والعمود المقام من نقطة السقوط عمودي على السطح العاكس يبقى اللي بتكلم على دي يبقى هي دي اللي بعاياسه يبقى دي الستين طب فين زاوية الانعكاس اختها بس الزاوية المحصورة بين مين ومين بقى بين الشواء الضوء المنعكس اللي هو ده طيب وبعدين والعمود المقام اهو من نقطة السقوط وضع ايه عمودي باردق ع السطح العكس يبقى دي ستين دي زاوية السقوط يبقى دي ستين زاوية الانعكاس طيب نقيم عمود مقام هن كلام جميل طيب الزاوية دي تسعين هخليك بقى تجيب الزاوية دي بطريقتين جمالة عشان احنا بنتتبع المصارى طريقة تخص الانعكاس وطريقة اخدناها في المنشورات طيب اول حاجة كنا بنقول طريقة الانعكاس العادية ان انت هتتتبع الزاوية دي ستين من اصل الزاوية القايمة يبقى دي تلاتين طيب المسلس ده مجموعة زاوية مئة وتمانين تلاتين وتسعين كام جميل مئة وعشرين يبقى دي بستين ارجع حد دي المتممة يبقى دي بتلاتين انا وصلت ان دي بكام بتلاتين ممكن اقول زي طريقة المنشور مش ده منشور طب ما احنا عندينك في المنشور بنقول ان احنا النهاردة بنرجع بقى نجيب القوانين من المنحك زي ما احنا عايزين طب ما احنا عندينك قانون كان بيقول ان الاي بتساوي سيتا واحد زاوية فاي اتنين ادي الاي دي زاوية رأس المنشور هتساوي سيتا واحد الاي بكام يا جماعة بتسعين هتساوي سيتا واحد سيتا واحد اللي هي الزاوية دي اللي هي بكام اللي هي بستين زائد فاي اتنين فتطلع معك فاي اتنين بكام بتلاتين ده ينفع وده ينفع المهم ان انا جدت دي بكام بتلاتين طب بتلاتين هيرتد تاني اهو نفس الكلام ايه معمود مقام هنا احنا بقنا شطار دي تلاتين بقى دي تلاتين طيب انا ممكن اقول بقى ايه بتساوي سيتا واحد زائد فاي اتنين يبقى دي ستين على طول طب انت بقى عايز تلف اللفة الطويلة هنقول دي تلاتين بقى دي ستين ودي تسعين بقى دي تلاتين بقى دي ستين الاهم ما في الموضوع ان الزاوية هنا سقطت على اللوح التالت او المرقاسي بزاوية ستين طبعا هينعكس برضك بزاوية ستين يبقى ده تتبع المصار يهمني جدا وانت بتحل في تتبع المصار وانت بتراجع بعد ما خلصت الاجابة وان شاء الله مقافل الاجابة وانت بتراجع على تتبع المصار عشان خطري يفتكر معايا لازم تكون عامل سهم الاتجاه بتاع الضوء هو ساقط ولا خارج دي تفرق جدا دي تنقصك طب ايه تنهاني الزوايا بتاعة السقوط والعمود والمقام يبقى انت لازم تبقى وانت شغال واخد بالك من النقطة دي الاسهم زوايا السقوط زوايا الانعكاس العمود من المقام تمام طيب خلينا كده في نفس ده عشان الانعكاس جميل جدا وسهل وحرام نخسر فيه درجة لو انا معايا دلوقتي عمود شواء لوح او مرآة مرآة دي مثلا ايه بي سي دي طيب كلام جميل وبعدين اسقط عليه شواء ضوئي كده ها مين يقول لي زاوية السقوط بكام واحد يقول لي تسعين اقول له بس تتمهل تمهل ما فيه زاوية سقوط بتسعين مبدئيا كده يعني انا عايزة هو لو سقط بزاوية تسعين معناها ايه هو موازي للمرآة هو عمره ما يتقبل مع المرآة لان زاوية السقوط تسعين معناها ان الزاوية المحصورة بين شواء الضوء السقط والعمود المقام اهو باديها فعشان تكون تسعين ده المرآة وده شواء لو سقط كده اقول سقط بزاوية تسعين هو ما سقطش اصلا يعني ديها وضع افتراضي لان في الحالة دي لو اما اعرف زاوية السقوط اقول الزاوية المحصورة بين شهاد ضوء الساقط والعمود المقامه واصلا ما سقطش يبقى مافيش زاوية السقوط ب90 ومافيش زاوية الانعكاس ب90 هي دايما زاوية حادة طيب امال الزاوية دي بكام طيب ارجع علي التعريف كده تعالوا مع بعض عليها ونشوف منقول زاوية السقوط هي الزاوية المحصورة بين الشهاد ضوء الساقط اهو والعمود المقام من نقطة السقوط عمودي على السطح العكس قال له ده الشعاع منطبق على السطح الفاصل إذن زاوية السقوط بكام جميل بصفر زاوية السقوط بصفر يبقى لو سقط الشعاع عمودي علل فإنه يرتد على النفسه علل الشعاع الساقط عموديا ماله يرتد على نفسه بسيطة جدا لأن زاوية السقوط بكام بصفر فطبقا لقانون الانكسار الأول تكون زاوية الانعكاس بكام بصفر فيرتد على نفسه مبص البعض كده واندردش فيه ببساطة الانعكاس تعريف الانعكاس قانونين الانعكاس تتبع مصاري الانعكاس شو أعز اللي عملناه وسؤال ممكن يجيلك علل أو من نتائج المترطب على أو ماذا لو علل الشعاع الساقط عموديا يرتد على نفسه قلنا لأن زاوية السقوط بصفر تكون زاوية الانعكاس بصفر طبقا للقانون الأول الانعكاس طيب ما النتائج المترطبة على العكس بقى سقوط شو أع عموديا على سطح عكس عموديا على سطح عكس مش فاصل زي اللي هنقولها بعد شوية يبقى الإجابة يرتد الشعاع على نفسه لأن زاوية السقوط بتساوي صفر فإن زاوية الانعكاس بتساوي كم صفر كلام جميل طيب ندخل على الانكسار يعني الانكسار حاجة انقصرت لما أقول العود انقصر معناه أن كان على استقامته حصل له انحناء يبقى الشعاع بتاع الضوء ممكن يحصل له انحناء بس تستنى إمتى لها حالتين حالة لو مش في نفس الوسط بس مر بفتحة أبعدها مساوية أو مقاربة للطول الموج اللي احنا سميناها الحلقة الماضية حيود يبقى تغيير مصاري الشعاع الضوء يبقى يحصل في حالتين عندنا في الفيزياء في منهجكم الحالة الأولى في نفس الوسط يعني هو مش في الهواء يبقى في نفس الهواء بس إمتى لو مر بفتحة أبعدها مساوية أو مقاربة للطول الموج يركز معها قوي فيها فبالتالي بتغير مصاره في نفس الوسط وده بنسميه حيود وفي تلقى اللحظة الشعاع إيه اللي حصل لخصائصه أول حاجة تردد الشعاع لم يتغير تردد الشعاع لم يتغير لأن الشعاع هو هو بس في نفس الوسط وسرعة الشعاع لم تتغير تمام لأنه هو في نفس الوسط والطول الموجي إذن للشعاع لم يتغير والسرعة للشعاع لم تتغير كل اللي حصل تغيير مصار أأكد تاني في الحيود في الحيود لأنه ممكن يقول لك قارن بين الانكسار والحيود من حيث طول الموجي السرعة التردد وهكذا الشعاع كان ماشي في نفس الوسط قبله فتحة صغيرة أبعادها مقاربة للطول الموجي بتاعه فحصل له تغيير مصار حصل له هو نفس الشعاع يبقى التردد سابت طيب حصل في نفس الوسط يبقى السرعة سابت وبعدين الفي بتساوي لامضة نيو وبالتالي أكيد الطول الموجي ماله سابت يبقى هنا حصل تغيير مصار فقط وتظل السرعة والطول الموجي والتردد مكانه لكن في الانكسار بقى ده هارده لا ده لو عد من وسط زو كسافة ضوئية معينة زي الهو إلى وسط زو كسافة ضوئية أكبر أو أقل فبيحصل تغيير مفاجئ للسرعة التغير المفاجئ للسرعة يؤدي حتما إلى تغيير المصار فبالتالي بيحصل ما يسمى فيزيائيا الانكسار في الضوء يبقى تعريف انكسار الضوء تغيير مصار الشواع الضوئي اسمع عندما ينتقل بين وسطين بين وسطين مختلفين في الكسافة الضوئية يبقى ده أول تعريف طب هي إيه الكسافة الضوئية هي قدرة الوسط على كسر الآشعة الضوئية كلام جميل طيب تعالى ما نتكلم في الانكسار إيه الخصائص اللي تغيرت وإيه الخصائص اللي تظل سابتة عشان تبقى الصورة اكتملت وأقدر أقارم بين الحيود والانكسار دلوقتي الانكسار الشواع حصل له تغيير مصار فين؟ عند السطح الفصل بين وسطين طيب الشواع هو نفس الشواع يبقى التردد تسابت زي الحيود لكن في الانكسار الشواع انتقل من وسط زو كسافة إلى وسط زو كسافة يعني من وسط زو السرعة إلى وسط زو السرعة يبقى السرعة تغيرت وده أول وجهة مقارنة ما بين الانكسار تركات دي مهمة جدا والحيود من حيث السرعة سرعة الشواع ضوية في الانكسار السرعة تغيرت لا بزيادة لا بالنقصار لأنه انتقل من وسط أكبر كسافة إلى أقل كسافة ففي الحالة دي تزداد سرعته أو من وسط أقل كسافة إلى وسط أكبر كسافة ضوية ففي الحالة دي سرعته بتقل أما في الحيود تظل السرعة سابتة لأنه نفس الوسط كلام جميل؟ طيب رقم اثنين الطول الموجي ما انت عندك التردد سابت لكن السرعة تغيرت يبقى الطول الموجي هيتغير لأنه في الانكسار دي مهم جدا الطول الموجي سيتغير هيتغير يزيد يقل مش قصتي دلوقتي لكن حصل له تغير لكن في الحيود يظل الطول الموجي سابت اش معنى في الحيود؟ لأن الطول الموجي بيليجي من علاقة V على نيو والV سابتة لأنه نفس الوسط والنيو سابت لأنه نفس شوية ضوئي كلام جميل جدا طيب اماكن حدوث الانكسار والحيود يبا احنا كده عملنا مقارنة شاملة ما بين الانكسار والحيود مكان حدوث الانكسار على السطح الفاصل بين وسطين مغرب انه بيعد من الهوى للمية او السطح فاصل بين الهوى والمية بيتم الانكسار اما في الحيود عند الحفة او الفتحة اللي ابعدها موسوية للطول الموجي فبالتالي دلوقتي ممكن يجي لك بقى قارن بين الحيود والانكسار من حيث السرعة طول الموجي التردد مكان الحدوث كل دولة احنا دلوقتي قدرنا نعملهم وهل بيحدث في وسط او في اكتر من وسط كلام جميل واحنا قارننا بين الانكسار والحيود لانك كلاهما حصل فيه تغيير في مصاري الشرعة الضوية ولكن الميكانيزم اختلف والآلية اختلفت والأسباب اختلفت كلام جميل طيب خلينا نقول دلوقتي بقى ايه اللي بيحكمنا ايه القانون اللي بيحكمنا في الانكسار لان الانكسار ده مستمر معانا في المنشور السلاسي والعاكس والرقيق والانكس الكل فبالتالي انا دلوقتي برجع تقريمي عن الفصل الثاني كله في ثلاث كلمات الشعاع هيمر بين وسطين مختلفين في الكسافة الضوية مبدئيا خلينا نرتب الأوساط اللي عندنا في منهجنا المعتادة من حيث الكسافة الضوية ومن حيث السرعة بس عشان لما يلعب بيهم في الامتحان تبقى انت فاهم انهما برضك الظروف المحيطة بيك ثلاث حالات لو رتبنا الأوساط اللي بيجينا في الامتحان أو الوسط اللي هو الفراغ اللي احنا مجازا مجازا وليست فعليا بنسميه هنا عندنا الهواء لكن طبعا فيه اختلاف علمي بين الهواء والفراغ ثم يليه الماء ثم يليه الزجاج انا عايز اغتحفظ معي الاربع اسهم الجميلة دولة زاقرة في دماغك احنا عندنا اربع متغيرات فيه متغيرين عكس اتنين بمعنى ان لو احنا اتكلمنا عن الكسافة الضوئية زي الكسافة المرورية لو انت بيشب عربية في طريق فاضي يعني كسافته منعدمة هل سرعية تكتيبة صغيرة ولا كبيرة الاجابة كبيرة يعني انا ماشي في طريق بالليل ساعة ثلاثة الفجر على شرع الكورنيش والطريق فاضي خالص الكسافة المرورية قليلة اذا السرعة كبيرة بس استنتج العلاقة دي يبازن دايما وابدا فيه علاقة عكسية بين الكسافة الضوئية هنا با عندنا والسرعة بتاعت الشوعة يبقى اللي كسافته الضوئية قليلة تبقى السرعة بتاعته مالها كبيرة خلاص خلينا نمشي كده مين اقل كسافة ضوئية الفراغ يبقى انا كل ببنزل كده لتحت الكسافة الضوئية بتقل يبرتب لي كده الزجاج والمية والفراغ والمية ممكن نقول زيها بس هي مش نفس القيمة يعني الكيروسين او بنزين اللي بيجي لك في الامتحان انا بقار هنا وقارنة نسبية مش بقول المية هي الكيروسين لكن انا برتبهم لتلت فئات زي ما بنرتب الفيزيو في حياتنا يا شباب زي ما بنرتب المكتبع والمكتبع درجة غنية ودرجة فقيرة ودرجة متوسطة المتوسطة تشمل قطاعات كتيرة جدا فانا بقسمهم دلوقتي الى قطاع الفراغ والهواء قطاع الماء واللي قريبة منه السوائل وقطاع الزجاج كل ما بنزل لتحت الكسافة الضوئية بتقل يبقى عكسها على طول على طول يبقى انا معنى ذلك ان الكسافة الضوئية هنا اقل ما يمكن معناها ان الزجاج اكبر ما يمكن دي اكتشف ان عكسها على طول هنا السرعة هنا اقل ما يمكن يبقى السرعة هنا اكبر ما يمكن قطاع الشباب وهنا هنا هو اقل ما يمكن يبقى احنا لو عملنا اسهم بحيث ان احنا بنتكلم ان السهم بيتكلم ان الحاجة بتزيد ممكن نخلي ده لفوق ان انا كل ببطلع كده الكسافة بتزيد يبسامي ده نازل لتحت كده ان كل ببنزل كده السرعة بتزيد لاحظ ان العلاقة عكسية بين الكسافة والسرعة وبقى عندين دي جابت بنت عمها ودي جابت بنت عمها اللي هي مين بقى بنت عم الكسافة الضوية اللي يسري عليها نفس الكلام الان اللي هو معامل الانكسار المطلق فزن في المغم كل ببطلع كده بيزيد برده يبقى الزجاج معامل انكساره اكبر من الهوى الهوى واحد وواحد تقريبا لكن تلاقي مثلا الزجاج واحد ونص واحد واثنين وخمسين وهكذا المية ممكن تلاقيه واحد وثلاثة وثلاثين الاهم ان انا كل ببطلع لفوق الان بتزيد يبقى كلمتان باللغة العربية كده بس مش عايزين بقى نقول لحسن نغلط في اللغة العربية انا مش شطر في العرب نقول متراضفتان في الفيزياء يعني ايه متراضفتان في الفيزياء يعني حققوا لك نفس المعنى الفيزيائي عندنا يعني نفس المفهوم نفس الميكانزم اللي يحصل فلما اقول لك معامل انكسار قليل يبقى كسافة ضوئية قليلة شكرا طيب عكسهم اللي اتنين السرعة والطول الموجي طول الموجي اهو يبقى ده سهم التحت الطول الموجي لان البي بتسوي اللمضة في النيوم فلو انت عندك نفس الموجة ترده تسابت فكل ما السرعة تزيد الطول الموجي يزيد يبقى احنا هنا طلعنا اربع متغيرات يلعب فيهم زي ما يلعب فيهم لكن انا دايما رابطهم في جماغي اتنين عكس اتنين استقطاب بده ده القدب وده القدب اللي اصاده ان الكسافة ضوئية ومعامل الانكسار بيدوني نفس المعنى في شغل في المسائل عكسهم السرعة والطول الموجي يبقى معنى زيك لما يقول لك الاقل معامل الانكسار يبقى الاقل كسافة ضوئية يبقى الاكبر في السرعة يبقى الاكبر في الطول الموجي وده بينطبق على الفراغ او الهو جميل اهو شفتك الدنيا سهلة ازاي عكسهم لما اقول في التلاتة دول الاكبر في معامل الانكسار يبقى الاكبر في الكسافة ضوئية يبقى الاقل في السرعة يبقى الاقل في الطول الموجي وده يلي مين؟ الزجاج شغل كله بقى دلوقتي هشتغل على دهوت وده يجيب للاربعة التنين يبقى ليه احفظ اربعة لما ممكن احفظ واحد تعال اما نشوف الحالات اللي هنتكلم فيها هشتغل على الكسافة والعمود المقام تلات كلمات في كل شغلي في المنشورات الرقيق والسلسي والعاكس في تتبع المصار في الانكسار في الانكسك كلي في الالياف الضوئية في الصراب كلمة تلات كلمات لو شع مر من وسط اكبر كسافة الاولادية اكبر الى وسط اقل كسافة ركز على الوسط الاولادية اكبر يبقى ينكسر مبتعدا عن العمود المقام طيب الكلمة التانية لو مر الشع من وسط اقل كسافة الى وسط اكبر كسافة ينكسر مقتربة من العمود المقام طب لو التالت لو سقط عمودي بغض النظر من اكبر كسافة الاقل كسافة او العكس ينفذ دون ان يعاني اي انكسر ثلاث قواعد يحكمو لك اي تتبع مصار تعالوا ما نرسومهم مع بعض الثلاث حالات ونبدأ بقى شغل التبديل والتوفيق في الطول الموجي والسرعة والكلام ده السطح الفاصل هنا بقى بنسميه السطح الفاصل اما هناك بنسميه السطح العكس واده العمود المقام كان جميل طيب الحالة الاولينية لو سقط من هواء الى زجاج طب استنى استنى احنا لسه الينا هو الهوى اقل كسافة الزجاج اكبر كسافة يبقى ده الان بتاعته اقل وده الان بتاعته اكبر سقط الشعاع من وسط اقل كسافة لوسط اقبر كسافة هو المفروض كان يمشى على استقامته كده صح؟ لا ينكسر مقتربا من عمود المقامل يروح جاي كده لو دي فاي تبقى دي سيت يبقى اذا انتقل الشعاع من وسط اقل كسافة ضوئية الى وسط اقبر كسافة ضوئية للصغير يعني والطول الموجي والسرعة زي بعض وعكسهم الكسافة يبقى من كسافة أقول ليه لا الكسافة كبيرة يبقى من قصر مقترب يبقى أنا مقلقش بقى يجيب هالي بدلالة السرعة بدلالة الطول الموجي بدلالة الانكسار بدلالة معامل انكسار عزرا بداية الكسافة أنا برجحها الكلمتين الكسافة الضوئية والعمود المقام طب العكس افترض أنه هو انتقل العكس يعني من زجاج اللي هو أكبر كسافة إلى الهواء اللي هو أقل كسافة انتقل من وسط أكبر كسافة أهو إلى وسط أقل كسافة ينكسر جاي كده مبتعدا عن العمود المقام تمام يبقى من أقل للأكبر مقترب من أكبر لأقل مبتعد ممكن يجيلك بقى يقولك كده طب يكون النسبة من فاي إلى سيتا هنا في الحالة دي أكبر من أو أقل من أو تساوي الواحد هقوله لأ هنا كبيرة وهنا صغيرة يبقى أكبر من الواحد طب كذلك نفس الكلام هنا الكلام هنا دي الفاي صغيرة والسيتا كبيرة انتقل من أكبر لأقل يبقى هنا النسبة بين زاوية السقوط إلى زاوية الانكسار لا دي أقل من الواحد يبقى الدنيا سهلة وبسيطة ما تشغلش نفسك بالسؤال جايز زي اشغل نفسك بالقعدة القعدة إن اتنين عكس اتنين وانه باشتغل كل شغلي على الكسافة الضوئية وبعد كده يجيبولي الثلاثة البقيين بقى وبالراحة خالص بغاية ما توصل ما تشتغلش على الحتة بتاعة السؤال اشتغل على دماغك انت حول السؤال إلى عقلك انت انت مدركه عندك ازاي وربطه في الزاقرة عندك ازاي طب دي الحالة الأولى دي الحالة التانية طب الحالة التالتة بقى لو سقط عمودي قلق كده سقط عمودي ينفس دون أن يعاني أي انقصار بغض النظر من وسط أقل كسافة ضوئية إلى وسط أكبر أو العكس كلام جميل طيب ناجي على بعض في الانكسار قانون الانكسار نفس القانون التاني في الانكاس الشعاع الضوئي السقط والشعاع الضوئي بس بدل المعكس المنكسر والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العكس يقع جميعهم في مستوى واحد عمودي على السطح الفاصل كلام جميل طيب القانون الأول بقى في الانكسار بيقول النسبة بين جيب زوية السقوط في وسط السقوط إلى جيب زوية الانكسار في وسط الانكسار كان نسبة بين زوية السقوط بالنسبة بين سرعة الضوء في وسط السقوط إلى سرعة الضوء في وسط الانكسار وهي نسبة ثابتة بين الوسطين تسمى معامل الانكسار النسبي ودي هنطلع منها تعرفين جمال كمان نقول تاني كده على الوراء والألم النسبة بين يعني علامة كسر جيب يعني صايم زاوية السقوط إلى جيب زاوية الانكسار كان نسبة يعني العلم تساوي بين سرعة الضغط في الوسط الأول إلى سرعة الضغط في الوسط الثاني وهي نسبة سابتة لهذه الوسطين تسمى معامل الانكسار النسبي من الأول إلى الثاني يبقى ده تعريفه معامل الانكسار النسبي بين وسطين كلام جميل طيب طيب ما الـ V1 بتساوي لمضة 1 نيو 1 يبقى لمضة 1 نيو 1 طيب على V2 لمضة 2 نيو 2 طيب ما احنا لسه قيلين أن في الانكسار التردد ماله سابت يبقى ممكن تساوي لمضة 1 على لمضة 2 وده بيأكدنا أن العلاقة بين الـ V واللمضة طردية اللي احنا قلناها قبل كده وبنأكدها تاني هو العلاقة بين السرعة واللمضة علاقة مالها طردية طيب بتساوي ايه قالك بتساوي النسبة بين معامل انكسار المطلق للوسط التاني إلى الأول وده بنسميه معامل الانكسار المطلق واللي طلعنا منه قلوني سنيل اللي هو بيقول N1 سين فاي تساوي N2 سين سي خلونا نرجع على بعض ندرجش في كم سؤال علل وكم تعريف في الجزء ده يبقى لما يقول لك عرف معامل الانكسار النسبي بين وسطين تقول له أي حجة من المعادلات دي النسبة بين جيف زاوية السقوط في وسط السقوط إلى جيف زاوية الانكسار في وسط الانكسار عد معايا النسبة بين سرعة الضوء في وسط السقوط إلى سرعة الضوء في وسط الانكسار النسبة بين الطول الموجي لشوعة الضوء في وسط السقوط إلى الطول الموجي لشوعة الضوء في وسط الانكسار النسبة بين معامل الانكسار المطلق للوسط الثاني اللي هو الانكسار إلى معامل الانكسار المطلق لوسط السقوط اللي هو N1 أي واحدة من دولة تنفع ولو قال لك اكتب المصطلح العلمي لأي واحدة من دول الإجابة واحدة لهم كلها معامل الانكسار النسبي بين وسطين والأدق معامل الانكسار النسبي من الوسط الأول إلى الوسط من الثاني التعريف الثاني معامل الانكسار المطلق المطلق هو النسبة بين سرعة الضوء في الفراغ إلى سرعة الضوء في الوسط أو النسبة بين زاوية السقوط في الفراغ إلى زاوية الانكسار في الوسط طيب دول تعريفين تعالوا ما نقول إيه العوامل اللي بتوقف عليها معامل الانكسار النسبي وإيه العوامل اللي بتوقف عليها معامل الانكسار المطلق العوامل بتوقف عليها معامل الانكسار النسبي بين وسطين طيب ما أنت قلت وسطين يبقى طبيعة الوسط الاول اللي هو وسط السقوط وهنا بالتحديد يعني الكسافة الضوئية له ورقم اثنين طبيعة الوسط الثاني اللي هو وسط الانقصار وده بالتحديد برضك الكسافة الضوئية له او السرعة بتاعته يعني طب رقم ثلاثة الطول الموجي للضوء السقط يبقى احنا عندنا كم عامل ثلاثة طب ايه العامل بتؤثر على معامل الانقصار المطلق نفس الكلام بس هو ببدل ما هو وسطين بقى وسط واحد يبقى طبيعة الوسط ليه كسافة الضوئية للوسط او سرعة الوسط رقم اثنين الطول الموجي للضوء السقط كلام جميل طيب سؤال علل علل معامل الانقصار النسبي ليست له وحدات قياس وفيه سؤال كمان نفس الاجابة معامل الانقصار المطلق ليست له وحدات قياس في الاثنين لانهم نسبة بين كميتين متماسلتين في الى في صين فاي الى صين سيتا وهكذا كلام جميل طيب سؤال ثالث علل وسؤال رابع علل سؤال الرابع علل نبدأ بيه الاول ونرجع للثالث ليه معامل الانقصار المطلق دائما اكبر من الواحد الصحيح سؤال دي اتكرت كتير اوه هتلاقوه في الامتحان السنة علل معامل الانقصار المطلق دائما اكبر من الواحد الصحيح الاجابة لانه يمثل او طبقا للقانون ان بتساوي سي على دي فانه يمثل السرعة بين او النسبة بين سرعة الضوء في الفراغ الى سرعة الضوء في الوسط ودائما سرعة الضوء في الفراغ اكبر ما يمكن فبالتالي دايما بيكون اكبر من الواحد اما معامل الانقصار النسبي قد يكون اكبر من الواحد الصحيح او اقل من الواحد الصحيح فيجي لك سؤال علل معامل الانقصار النسبي قد يكون اكبر من الواحد الصحيح أو أقل من الواحد الصحيح هقول له تبقى للقانون N1 إلى 2 بتساوي V1 إلى V2 ممكن تفسرها بكده فعندما تكون سرعة الضوء V1 أكبر من V2 يكون أكبر من الواحد الصحيح وعندما تكون V1 أقل من V2 يكون أقل من الواحد الصحيح بالمناسبة ممكن تفسرها ب sin phi إلى sin theta فبالتالي لما تكون جيب زاوية السقوط أو زاوية السقوط أقل من زاوية الانقصار يكون أقل من الواحد والعكس صحيح كلام جميل طيب قانون سنل إحنا قلنا من أهم القوانين بالذات في المنشورات وإحنا شغالين معها كان بيقول N1 sin phi بتساوي N2 sin theta فكنا بنقول تعريفه حاصل ضرب معامل الانقصار المطلق لوسط السقوط في جيب زاوية السقوط يساوي معامل الانقصار المطلق لوسط الانقصار في جيب زاوية الانقصار كلام جميل وبنستخدمه في تفسير سؤال جميل قوي لسه قيلينه من شوية علل الشعاع ده ساقط عموديا بس المرادة على سطح بقى فاصل ينفس دون أن يعاني أي انقصار سؤال جميل قوي والناس بتقول طبعا أنا مش عارف يا ليه احنا خدناه كده لا هو ليه تفسير علل الشعاع الساقط عموديا على سطح فاصل ينفذ ماله دون أن يعاني أي انقصار هقوله تبقى اللي قانون سنال n1 sin phi تساوي n2 sin c عندما يسقط عموديا phi بصف وبالتالي n1 sin phi المقدار ده كله بإيه بصف طب هاتلي sin c كده طب ما هي sin c هتساوي المقدار ده اللي هو صفر على n صفر على أي حاجة برضك بصفر وأي حاجة جدها بصفر وتطلع بصفر يبقى في الآخر هتطلع سيتا بكام بصفر طب أقولي كلمتين والمصاحح فاهم طبقا لقانون سنال n1 sin phi تساوي n2 sin c عندما يسقط الشعر عموديا تكون phi بصف وبالتالي تكون سيتا بصف وإحنا عارفين التفاصيل الموجودة بس عايز أسمع منك طبقا لقانون سنال كلام جميل طيب ندخل منه على الانعكاس الكلي الانعكاس الكلي ليه شرطين طب اذكر شروط الانكسار الأول عشان بس ما نبقاش ناسين وخلصنا الانكسار شرطين اثنين اول شرط ان يسقط الشعر من بين او يمر الشعر بين وسطين مختلفين في الكسافة الضوئية وان لا يسقط عموديا لانه لو سقط عموديا هينفذ دون ان يعاني اي انكسار طبقا لمنهجنا في الصف الثاني السنوي كلام جميل لكن الجزء ده فيه تفاصيل كبيرة ان شاء الله حضايدنا لما تخش كلية المياه علوم هندسة هتكتشفوا ان الجزء ده فيه تفاصيل كتيرة قوي كبيرة الانعكاس ليه شرطين لازم يمر الشعر من وسط اجبر كسافة الى وسط اقل كسافة ولازم يسقط اجبر من الزاوية الحرجة تعالوا ما نشوف الكلام ده على الورق والألم عشان نعرف الانعكاس الكل والزاوية الحرجة وانطلع العلاقة اللي بنحسب بيها الفاي سي ونقول تطبيقاته دلوقتي ده معانا سطح فاصل وده وسط اجبر كسافة زي الماء وده وسط اقل كسافة زي الهواء انا عندي اربع حالات الحالة الاولى لو سقط عمودي هينفز دوناني يعاني اي انكسار دي الحالة رقم واحد اكبر اقل مش فرق معايا طب لو سقط بزاوية معينة الزاوية ده هي اقل يعني علامة الاقل هي من الفاي سي عادي خالص هينطبع عليه قلول الانكسار عادي هينكسر بس مبتعدا على العمود المقام وده حصل له انكسار طيب لو سقط بزاوية خلي بالك بقى انا عملهم بلون واحد عشان اقول لك حاجة لو سقط بزاوية تساوي الزاوية الحارقة هينكسر هينكسر بس بزاوية انكسار تسعين وساعدة هي يخرج مماس في الحالة دي الزاوية ده هي بسميها الزاوية الحارقة وده اخر زاوية تقابل اخر انكسار يبقى اكبر زاوية انكسار ممكن تحصل هي هي كام ومتى اكبر زاوية انكسار ممكن تحصل عندما يسقط الشوع من وسط اكبر كسافة الى وسط اقل كسافة بزاوية تساوي زاوية الحارقة اه طب وكل كمتة كام تسعين علشان كده اللي اتنين دول بالقلم الاحمر لان اللي اتنين دولت فعلا حصل انكسار حصل انكسار ويخضع لقوانين انكسار ويخضع لقوانين سنل وانه من اكبر كسافة الاقل كسافة ينكسر مبتعدا ولكن بعدها على طول ما بقاش تبعي ما بقاش تبع للانكسار لان حرائبنا الطلاب يجي يحلوا بقوانين الانكسار يقولوا القوانين الاول المسائل طالع غلط ليه الحالة التالتة دي اللي هنعملها بالازرق هو سقط بزاوية اكبر من الفايسي فهنا مش هيعدي اصلا مش هيحصل الانكسار لكن هينعكس انعكاسا كليا ده الانعكاس الكليا وتبقى الزاوية دي زي الزاوية دي ويقضع لقوانين الانعكاس العادية يبقى احنا عندنا هنا تلت حالات هي اربع اشكال سقوط لكن تمثل لي كم حالة تمثل لي تلت حالات حالة لا هينعكاس ولا انكسار هو سقط ونفس دون ان يعاني اي انكسار لانها زاوية السقوط بتساوي كام صفر وفقا لمنهجنا برضا طيب الحالة التانية تمام الحالة التانية سقط بزاوية اقل من الزاوية الحرجة او تساوي الزاوية الحرجة تمام هنا في الحالة دي هينكسر طيب الحالة التالتة لا ده خرج برا الانكسار ما بيخضعش خالص بقى لا الاسنل ولا الان واحد الاثنين ولا الكلام ده بنسمين عكاس كل يبقى عايزين بقى نبرمك في دماغنا دولة ونقول هنا هو ما يلزمنيش الله قانون واحد ان زاوية السقوط بتساوي زاوية الانكسار تعالوا ندردش فيها مع بعض كده ونطلع الفنيات اللي فيها يبقى لما يقول لك عرف الانعكاس الكلي ايه اقول الانعكاس الكلي هو ارتداد الموجات الضوئية في نفس الوسط متى عندما يسقط بزاوية اكبر من الزاوية الحرجة يبقى ايه شروط الانعكاس الكلي شرطين انه يسقط بزاوية اكبر من الزاوية الحرجة ما تقولش يساوي الزاوية الحرجة لانه لو يساوي الزاوية الحرجة ما حصلش انعكاس تمام وانه يسقط بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة وأنه يمر من وسط أكبر كسافة إلى وسط أقل من كسافة طيب كلام جميل اللي بعدها لما نيجي نقول عرف الزاوية الحرجة هي زاوية سقوط في الوسط الأكبر كسافة ضوئية تقابلها زاوية انكسار في الوسط الأقل كسافة ضوئية قيمتها 90 درجة وحينها يخرج الشوعة مماثا ودي آخر برخلة عندنا من مراحل الانكسار كلام جميل سؤال علل جميل عليها علل قد يسقط شوعة ضوئي من ماء ولا يرى في الهواء يعني فيك يشاف تحت الماء وانت ما تشايفه فوق إزاي ده آه ممكن يحصل لو شوعة ضوئي في الماء ساقط على السطح الفاصل بين الماء والهواء اللي هو أكبر من الوسط الماء الأكبر كسافة إلى الأقل بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة ساعتها يرتد ومدام ارتد تحت انت تشوفه إزاي يبقى إيجابة السؤال ده علل قد لا نرى ضوء ساقط من الماء في الهواء يبقى وذلك لأنه سقط بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة فبالتالي ينعكس على نفسه في نفس الوسط الأكبر كسافة إيه ضوء كلام جميل طيب إيه الفرق بين الإنعكاس والإنعكاس الكلي تركات الجبيلة إحنا قاردنا بين الإنكسار والحيود ودي حاجة ودي حاجة لكن هم نفس الفلسفة طيب النهار ده بردك الإنعكاس والإنعكاس الكلي هم نفس الفلسفة الإنعكاس حصل عند السطح العاكس بين وسطين عند السطح العاكس لكن الإنكسار حصل عند السطح الفاصل إمتى لما مر شوعة من وسط أكبر كسافة إلى وسط أقل من كسافة طيب الانعكاس يحدث عند اي سطح الانعكاس كله يحدث عندما يمر الشعاع من وسط اكبر كسافة لأقل كسافة ولازم بزاوية اكبر من الزاوية من الحرجة كلام جميل طيب ما تيجوا ما نستنتج العلاقة بين الزاوية الحرجة او نقول العلاقة بسرعة عشر وقتين بين الزاوية الحرجة ومعامل انقصار للوسطين هنكتشف ان الصين فاي سي بتساوي ان اتنين على ان واحد ان اتنين على ان واحد طب ان اتنين بتاعت الوسط الاقل وان واحد بتاعت الوسط الاكبر ولذلك كلما القيمة بتاعتهم تقرب من بعضها يبقى خارج القسمة ده قرب من الواحد في الزاوية الحرجة تزيد يبقى لما ايه نتائج المترطبة على ان قيمة معامل القصار المطلق للوسطين بتقترب من بعضها يعني واحد وستة وواحد وستة وخمسين معنى ذلك ان خارج قسمة الناتج ده هتقرب من الواحد وبالتالي بدون جيب الزاوية بيقرب من الواحد معنى ان الزاوية الحرجة مالها بتزيد حالة خاصة منها لو الوسط الاولاني هو يبقى الصين فاي سي بتساوي الواحد على الان ومنها نستنتج ان العلاقة عكسية بين الصين فاي سي والواحد على الان الميل بتاعها بيساوي كام واحد وما ننساش ان قلنا العلاقة بين جيب زاوية السقوط ده هت سؤال مهم جدا جيب زاوية السقوط صين فاي الى صين سيتا ليه شو اعضاء ايه جاي من هوا بيكون خط لنستقيم يمر بنقطة الاصل الميل بتاعه بيساوي الان دي رسومات بيانية مهمة جدا حبيبنا الطلاب كلام جميل طب تطبيقات على الانعكاس كل تلت تطبيقات عندنا بسرعة مع بعض الالياف الضوئية عايز منك في الالياف الضوئية تبصيلي كده كم حاجة في الالياف الضوئية خمس حاجات اول حاجة تعريف في الالياف الضوئية هي انبوبة مصمطة رفيعة من مادة مرنة شفافة معامل انكسارها جبير طب ليه معامل انكسارها جبير ما انا لسه اقول لك العلاقة عكسية من معامل الانكسار والزاوية الحرجة معامل الانكسار لما يكون كبير الزاوية الحرجة تكون صغيرة للليفة فبالتالي اغلب الاشياء السقط عليها تنعكس انعكاسا كليا وبالتالي تزداد الكفاءة يبقى كلما زادت قيمة معامل الانكسار المطلق لمادة الليفة تقل الزاوية الحرجة فتزداد كفاءة الليفة طيب فكرة عملها الانعكاس كلي والزاوية الحرجة طيب تطبيقات عليها تستخدم في الالياف الضوئية نقل الضوء الى اماكن يصعب الوصول اليها تستخدم في المناجم تستخدم لنقل الضوء لمسافات بعيدة طيب اخر حاجة في الليفة ليه بيفضل استخدام الليفة المكونة من طبقتين ولازم الطبقة الداخلية تكون معامل انكسارها جبير والطبقة الخارجية معامل انكسارها صغير يبقى بقى لزيادة كفاءة الليفة لضمان دائما ان شعص يمر من وسط اكبر كسافة للطبقة الداخلية الى وسط اقل كسافة وحتى اذا نفذت بعض الاشعة من الطبقة الداخلية فانها تنعكس انعكاسا كليا في الطبقة الخارجية وهذا يزيد من كفاءة الليفة طيب المنشور العكس المنشور العكس بيستخدم في ايه بيستخدم في البيريسكوب ومناظير الميدان ممكن يقولك اذكر الفكرة العلمية للمنشور العكس يقول الفكرة العلمية للمنشور العكس الانعكاس الكلي والزاوي الحرج الفكرة العلمية للليفة الضوئية الانعكاس الكلي والزاوي الحرج ممكن تكتفي بالانعكاس الكلي بس طب الصراب الانعكاس الكلي والزاوي الحرج طب اذكر شروط المنشور العكس ايه السؤال الغريب ده يعني بيقولك عشان يشتغل ويديك إلا انعكاس بزاوية تسعين أو مية وتمانين لازم إيه لازم يكون شعاع قائم أو منشور قائم الزاوية متساوى الضلعين معامل انكسار مدته تقريبا واحد ونص يعني الزاوية الحارجة بتاعته لا تصل إلى خمسة واربعين طبعا هو بيستخدم لتغيير مصاري شعاع الضوء بزاوية لا تسعين لا بزاوية مية وتمانين حبيبنا الطلاب دايما الوقت بيجري معاكم ودايما معاكم بنكون عايزين ندي كل اللي عندنا تمنياتي لكم ان شاء الله بكل التوفيق والنجاح إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة لكم مني أرق التمنيات وإلى اللقاء